طيب يعني هنا برضو بيديك عدد من المواقع يعني هنا برضو الويب سايد بيلدر للأبليكيشن مثلا للاندوريد على هذا الاعتبار بيتكلم فهنا بيديني مفروض عدد من الخيارات مثلا فيه حاجات من دي تقدر نشتغل عليها ولكن ديت أنا جايب لكم الأفضل يعني فعطيك هنا عدد من الاختيارات والمواقع والبرامج اللي انت هتقدر تشتغل عليها طيب جميل 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 السيرش برضو بنستفيد من بيقول لك طوب أعلى خمس ويب ديزاين أبليكيشن برضو هنا برضو بيجيب لك سيرش البحث ده بيفيدك في البداية في كسر الجمود يعني انك تبحث عن الحاجة اللي انت عايز هي ممكن تجيب معلومة ايه زاد فائدة أنا جايب لك برضو ويب سايد اهو بينتج الاندوريد جميل جدا ده بيجيب لك شاشات الموبايل ويقول لك حط الصورة فيها وعمل سيرش وده أبليكيشن تري ادفري بيقول لك تجربوا الموقع ده وعطيك اللينك بتاعه جميل ادي واحد ماشي الكلام ادي التاني ادو بي اكس دي ويقول لك ازاي تعمل الموبايل ده تاني بس اصعب شوي ودي بتطبيق ثالث جميل جميل يبقى هنا بقى فيه فائدة هي جيت لها ماشي الكلام بقى فيه فائدة وجاب لي عدد من المواقع والبرامج اللي تقدر تنتج منها الاندوريد جميل ودي مفيدة جدا وده ويب ديزاين أبليكيشن فور اندوريد تمام يبقى ده كده مقالة مفيدة جدا وممكن انا سيبها كده متعلقة كده اخدها في الاول معي كده انا استفيد منها تعالي شوف برضو السيرشن الاخير ده ده يعني انا عايزه يديني بوينت يقول للموقع الفلاني 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 انا بيقول لك مثلا فيتن بيليتس هنا ودي موقع تاني تقدر تشتغل من خلاله وبيديك بنت اختيار خلاص احنا بحثنا وشوفنا وكسرنا الجمود وقرينا عن الموضوع المفروض بقى انت بحثتم وشوفتم وقريت واستشفت بعض المعلومات خلاص جميل جدا تقدر بقى تستخدم او تختار اي تطبيق انت عايزه التطبيق اللي انا عايزه في البداية هو تطبيق انا هسير شعريه على الانترنت وهو الاندرومو الاندرومو ده عربي وانجليزي وبينتج للاندرويد والاي او اس ده موقع يتحالينا نقدر نستخدم تطبيقات او ننتج تطبيقات الجوال ابليكيشن بيلدر يميلي عنده الاول طبعا هنا في بعض المعلومات عنه هو فري يعني بيقولك هو كومبيليتلي فري بس ممكن تقدر تستخدمه بمزايا محددة في بعض المزايا الاخرى اللي ممكن يقولك ادفع علشان ايه تاخدها بس هو كويس هو كستب اولاني كفرس تستب في شغلك هو كويس في نظام اسعار في نظام اسعار بس احنا مش هنشتري جميل جدا طيب يبقى اه 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 كده احنا اتطمننا وتقدر تنتج بيه برامج وفي فيديوهات معلمية ليه اذا مش هنتسب كده وفي معالي ليه معلومات عن نت كتير طب تعالوا ان شغالوا مع بعض طبعا عشان تشغالوا لازم يبقى لك ايميل عشان تقدر تعمل ساين أب ويبقى عندك أكاوت فالأفضل يكون لك إيميل أنا طبعا عندي هنا إيميل واشتراك ولو كان فيه مشكلة في الاشتراك ده أنا أعمل إيميل جديد ولكن أنا هعمل سين أب أمام حضراتكم وبيقول لي بقى بيستشيرني بيقول لي تدخل بالفيسبوك ولا تدخل بالجيميل ولا تعمل الأكاوت جديد فأقول له لأ خلينا في الجيميل أنا عندي جيميلات كتير فأقول له فما فيش عندي مشكلة فبيقول لي بقى بأي جيميل بإيميلك ولا أميل الجمعية ولا أميل آدم ولا علي ولا إيه بالظبط سألنا ندخل بالإيميل بتاعي عبد الرحمن سالم وأقول له يلا والله يعلم تمام تمام هنا أوكي ما عمل لش أي مشكلة ودخل وأنا كنت عامل بنفس الأكاوت أنت ده تطبيقين من شهرين تطبيق اسمه مقدمة في الحاسب الآلي وحطت عليه صورتي اللوجو بتاعه صورتي وتطبيق تاني للجمعية المسترية للكمبوتر التعليمي برضو من شهرين كتجربة يعني والله كويس يعني معنى كده أن هنا في حاجات سابقة يعني كنت تشغال عليها طيب تعالوا أديكوا لينك واحد من التطبيق اندول تعالوا أغل التطبيق ده أول ده في إيه ده فاضي ده يعني ده شكله فاضي خالص ما فيش في حاجة طيب اروح للمشاريع التانية واجيب المشروع أخوه ده فاضي برضو يعني يعني يعتبر ولا لا فيه ده ده في حاجة ده في شغل ده يعني يعتبر فيه شوية كلام كده عن يعني تطبيق فيه لينكات وفيه قايمة تضغط عليها وتختار حاجات أي نعم تطبيق أي كلام مش مكتمل يعني في شوية صور كده عن الجمعية وحاجات من ده ولكن هو تطبيق طيب تعالوا مع بعض كده أديك لينك التطبيق ده كده ناخد فكرة عن إيه اللي موجود في هذا التطبيق يعني عايز أشوف التطبيق ده هنقدر أصدره الدهولكم ده مشروع دلوقتي أقدر ألغي أي حاجة منه واشتغل بس هل أنا أقدر أصدر المشروع ده من حيث المبدأ أنا برضو مش هخليك تستخدم موقع وتتعب وتمتك صفحات وتحط صور وأنا حطت صور تهوت في المؤتمر الأخير في افتتاح وحطت فيديو في جلسة الافتتاح والسيشن بتاعت المؤتمر وقايمة طويلة عارضة بقى وأباوة الجمعية وأنت عمل بقى تطور وتشتغل وتعمل وفي الآخر ما يطلعش بيتصدر فأنا هنستفيد إيه كده؟ فإحنا بنستخدم الاندرومو على بلدر علشان أنا أقدر أطلع برنامج اندرويد فأنا جيت هنا تلاقيب برنامج اندرويد عبد الرحمن كان عامله جاهز تعال نبني التطبيق ده فأنا هنشئ حزمة حزمة جوجل أو ممكن مش جوجل يعني ممكن أعملها اندرويد عام وانشئ حزمة وبعتها لكم عبر الواتس فمش عارف أنا هنا الواتس هيبقى فين التطبيقات التعليمية هون هنا الواتس ده الواتس بتاعكم يعني تمام؟ فنيجي هنا نقدر نشتغل هنا عبر الواتس ده يبقى أنا كده هبعتلكم هنا لو أي حاجة هتحملوها على الموبايل هبعتها لكم عبر الجروب بتاعكم تعالوا نجرب تعالوا نجرب أنا كده عندي هنا تطبيق غير جاهز وأنا عايز أجهز التطبيق بتاعي ده فأنا عندي هنا اختيارات مبدئيا يعني تعالوا ناخد الاختيار الصعب يعني الاختيار الصعب لما حب أنشئ قبل اي او اس هيقول لي ادفع هنا بقى يقولك لا انت لازم تعمل اذا نفهم من كده قبل ما نستخدم البرنامج ده انك تقدر تطلع جوجل على جوجل تمام؟ تقدر تطلع لينك عام وتبعثه عبر الواتس والناس تحمله وتحمل تطبيقه اما الاندرويد مش هينفع سوري 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 اما الابل مش هينفع علشان تعمل الابل لازم تدفع طب تدفع كام؟ مبلغ اكيد رمزي استمحولي ان انا اشوف التركيه دي هتبقى سعرها كام بس احفظ وتابع هيقولك ادفع واحد وعشرين دولار في الشهر يعني لو انت عايز اشتراك دائم او هتشترك مرة واحدة وتصدر يعني هي بيقولك هتنشر على جوجل وكلام من ده يعني هتدفع طبعا استخدامات هنا غير ربحية لو انت غير ربحية هتدفع تمانية غير ربحية هتدفع تمانية بس غير ربحية ما احنا اسات زي جامعات ده لو انت عايز تطلع للابل انما لو انت هتنشر على جوجل او هتشتغل بس في الجزئية انك تدي لينكات المشروع للطلبة فانت مش محتاج حاجة خالص طيب انا هنا عندي المشروع تمام هنا في اخطاء بقوله بيقولي حلها حل الاخطاء اللي في المشروع طبعا انا شريط التنقل السفلي ده عامله قاله ان مفيش لينكات هو عايز هنا يو ار ال لينك فسارحوني بقى انا هتدله لينك هغلس عليها تدله لينك التدريب يعني انا عايز احل المشكلة بشكل سريع عادي لينك او مش عارب بقى هو يقبل بي ولا هو عايز لينك جوه او انا الغيله الزر خالص يعني تمام ماشى الغيله الازرار دي بدل عنده مشكلة شوفي مشاكل تانية حلها الان يعني هو ده مشروع كان موجود خلاص معاتش في مشاكل تاريب الانشاء بقى التطبيق هنا ماشي خلاص يبقى انا كده عندي التطبيق هنا الغير محدود تدفع فيه اما التطبيق بتاعك اللي انت هتنشقه الانشاء تطبيق محدود تمام مفيش في اي مشكلة بيبدأ ينشق شوف بقى العلامة اللي شغالة دي معناه ان التطبيق ده مفيش في مشاكل وهو بيبدأ ينشقهولي ما تقوليش بقى يا دكتور عبد الرحمن انت كنت انشقته ازاي وعملت ايه ده اللي لسه هشرحهوله هنا اداني رسالة خطأ وبيقولي راجع البريد الالكتروني بتاعك يعني على اعتبار انه هيبعتلي حاجة هنا فانا منتظرها لو في حاجة هيبعتها لي المهم اي مشكلة عنده بيزبطها معنا قد يكون نقصوا حاجة قد يكون انا الوضع التجريبي بتاعي مدته انتهت عشان استخدمت الايميل قبل كده وفي شغل عدت الفترة بتاعته وبالتالي هو بقى ايه شغال معي بقوله انا عايز انشئ محدود بيقول لي احنا بنبدأ التطبيق وبعد كده يقول لك هنبعتلك ايميل هنا باللينك لو في اي مشكلة ويقول لي هو بعتلي فعلا وبعتلي سباب المشكلة بيقول لي قبل كيشن بتاعك بقى فيه الاخطاء الفلانية وعشان هتعلاجها طبعا ده عشان ده برنامج تطبيق اديم موجود يعني لو انا بعمل تطبيق جديد ونشتغل فيه مع بعض ممكن يحللنا المشكلة اكثر طب جميل جدا يبقى هنا البرنامج فعال بيحاول يصدر ويحاول يشتغل طبعا ده عبد الرحمن ده لو حاولت تصدر وهو المفروض عبد الرحمن ده فيه حاجات بسيطة يعني لو قلت له انشاء التطبيق وقلت له انشاء التطبيق هنا محدود هل هيديني نفس المشكلة يبقى انا هنغير الاكون هو ده حاجة صغيرة ده ما فيش فيه كلام كتير يعني نحط فيه ادوات فاضية اشتركوا في القناة